إلى ذلك ارتفع عدد النزحين من المناطق الغربية لمدينة الموصل إلى أكثر من 300 ألف نازح منذ انطلاق العمليات العسكرية وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليزا جراندي قالت إن نحو 300 ألف مدني فروا من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية في الأحياء الغربية للمدينة وأن مئات الآلاف قد ينزحون خلال الأيام المقبلة مبينة أن مستوى الضرر غربي المدينة أكبر بكثير من شرقها